ترجمة نانسي قنقر وقد ألقى وزير العمل كلمة بصفته رئيس الدورة السابقة للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية تقدم من خلالها للمملكة العربية السعودية الشقيقة بالتهنئة الخالصة قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين مشيدا في هذا السياق بما قدمته السعودية طوال فترة رئاستها لهذه الدورة وجهودها ومبادراتها الناجحة كما أكد حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع تأتي لتعزيز العمل الخليجي المشترك على صعيد تطوير وتوحيد الأنظمة والتشريعات العملية في أسواق العمل بدول المجلس والاطلاع على أحدث التجارب الخليجية الناجحة في إدماج المواطنين في سوق العمل إضافة إلى بحث تعزيز مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء على مستوى المشاركات العربية والدولية